صدام بين البلدين سيؤدي إلى كارثة تمتد إلى العالم بأسره والبديل هو التعاون ما قد يوصف بالتحذير أبلغه الرئيس الصيني في أول اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه سدة الحكم ومناسبة التنبيه الصيني الذي بدى حازماً هو رد على ما أطلقه بايدن من مقر البنتاجون عندما أعلن عن رغبته بتبني استراتيجية عسكرية جديدة حازمة ضد الصين كقائد عام للقوات المسلحة لن أتردد عند الضرورة في استخدام القوة للدفاع عن الولايات المتحدة ومصالح شعبها في العالم ومهمة وزارة الدفاع الأساسية هي ردع العدوان والأعداء عن البلاد لكن نفضل أن تكون القوة هي الخيار الأخير لنا في مقر البنتاجون وفي خطابه ذكر بايدن التحديات الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة اختصرها بأربع جهات هي روسيا حيث توقع تقرير نيويورك تايمز أن يتبع حيالها سياسة أشد سرامة من سلفه ترامب وإيران وما قد يواجهه معها من مفاوضات صعبة حول المفاعل النووي الجهة الثالثة هي الجماعات الإرهابية أما الصين فاحتلت رأس قائمة التحديات لم يذكرها بايدن فقط لكنه هددها عسكريا الصين تشكل المشكلة الأصعبة والأكثر تعقيدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة لأن واشنطن تريد رضع بكين عسكريا ولكنها تريد التعاون معها اقتصاديا لكن الرئيس الصيني يصف علاقة بلاده مع أمريكا بأنها تمر بمنعطف هام بل ويتطلع إلى علاقات مستقرة مع واشنطن وتعاون قد يحقق مصالح الطرفين وهي الأمور التي اقترحها على بايدن في اتصاله الهاتفي وأبلغه أيضا أن إعادة تأسيس آليات الحوار المختلفة بينهما من أجل فهم نوايا كل طرف ستجنبهما سوء الفهم وسوء التقدير حنان المصري العربية